صباح الخير احنا بنقول لكل سيدة وان احنا فاكرينها كويس قوي ومهمة بتخص السيدة والمرأة ودايما بتفكر فيها وعايزة تعرفها النهاردة انا عايزة ادي نبزة صغيرة عن تقويم الجسم وده مهم جدا ان احنا نفكر فيه ان في بعض العمليات للنحط الجسم بتتعامل بعد عمليات التخصيص اللي بتتعامل دلوقتي وبقت منتشرة او مهمة قوي ان احنا نعرف ان العمليات دي بتتعامل بمقاسات مناسبة لبقية الجسم عشان يبقى مناسب لحجم الجسم عامة احنا دايما بنتكلم ان العملية اللي بتتعامل عشان هذه بتبقى عمليات بتقضي العيانة لحوالي مدة يوم او اتنين بكتير في المستشفى وبتروح على طول ده بالنسبة للعمليات اللي بتتعامل في السادي في بعض الساعة وبعض الحالات ما بنحتاجش ده على حسب وقت العمليات سواء عمليات التكبير او التصغير اللي اتنين لو تعاملوا على قصص مظبوطة وفي مكان امن ان شاء الله نتاج بتاعتهم بتبقى ممتازة لو جاني نتكلم على العمليات اللي بتتعامل لنحط الجسم لمناطق البطن والرجلين والايدين ودي بتشمل كذا حاجة لو نتكلم اول حاجة على منطقة البطن ودي ممكن يتعمل لها يا اما شط لدهون وده بتبقى فتحة صغيرة بنفتحها يا اما لو عندنا زيادة او تراكم في دهون في المنطقة السوفلة من البطن فدي ساعتها بنحتاج لنعمل عملية التاميتاك المشهورة بالاسم التاميتاك اللي هي شد للبطن وعملية شد البطن دي دايما بنعمل معها إصلاح للعضلات يبقى بنصلح العضلات من أول فوق لغاية تحت وبعد كده بنقوم بإزالة المنطقة اللي فيها الدهون الزيادة للبطن مهم قوي ان احنا نعرف ان نتيجة العملية دي بتبقى نتيجة ان البطن بغزت نتيجة واحدة تخنت وخست كتير واحدة كانت عندها حمل متكرر كل العمليات دي بنقدر ان احنا نصلح البطن عشان نوصل للشكل المناسب او نحت الجسم اللي بنسمع عنه دايما بيتقالي العملية دي بتحتاج ان العينة تقعد في المستشفى في حوالي وقت ما زيتش عن يومين وبعض الحالات بتبقى يوم واحد طبعا بتركب درنقة بعد عملية شاد البطن الدرنقة بتقعد من يوم من الـ 48 ساعة والنتاج بتاعتها بتبتدي بالتدريق في بعض الأحيان مع عملية شاد البطن بنعمل شفط اللي بدهون في منطقة البطن موازي او مع العملية شاد البطن عشان المناطق السفر العليا من البطن ده المناطق اللي بتحتاج سواء شاد البطن مع شفط الدهون او بتبقى واحدة لوحدها بالنسبة لمنطقة الرجلين والايدين ودي العمليات بتاعتها كتير وفي بعض الأحيان الأغلبية بنحتاج نعمل العمليات شفط الدهون ودي بتبقى عن طريق فتحات صغيرة جدا وبنقدر نحن نشفط الدهون دي وندي قوام أحسن موضوع ان احنا بنسمع طول النهار على موضوع نحت الجسم نحت الجسم نحت الجسم نحت الجسم او نحت الجسم موجود ولكن لنا مقدرة في ان احنا نعمله ولازم يتعامل على أسس علمية يعني ما يفعلش اقول ان عيانة هتشفط في المرة اكتر من 5.000 لتر لان ده هيضر بالصحة العامة بتاعت العيانة فانا ليه ان في الجلسة الوحدة ليه كمية معينة اللي قدر اشفطها او اشيلها لان لو عديت هذه الكمية بعد تبعا للقواعد العالمية بطار ان انا حتاج نقل دم بطار بتاع احنا ما بنبقاش عايزين نعمل الكلام ده وما بنبقاش عايزين نعمل دم غير في ادق في حالات بسيطة جدا لكن الاغلبية لو تعاملت بالقواعد العامة اللي المفروض تتعامل وتعمل مشفطناش بكميات تضر بالصحة العامة بتاعت الجسم هي النتاج بتاعتنا بتبقى كويسة ومرضية للمرضى بتاعنا مهم ان قوام الجسم ما اثرتش ان انا انا داخل بعمل عملية التجميل مش يعني لازم افكر ان انا اه انا عايز احافظ القوام ولكن عايز احافظ على صحة المريض ده اللي داخل تعمل العملية دي يعني ما يفعش ان انا اشفط كمية كبيرة واعرض حياتها لخطر لازم اقوم بشفط كمية المناسبة اللي يقدر الجسم الحمد لله انه يعوض الفاقد لان مع كل شفط اللي دون بيبقى في فاقد شوية دم موجود فيقدر الجسم يعوض هذا الفاقد على طول وما تحتاجش لأي اجراءات زيادة عملية نحت دي عملية بتتامل كل يوم دلوقتي ومن العملات الشهيرة جدا والعيانة بتقضي يوم في بعضها احيان ممكن لعيانة تخش الصبق وتروح على بالليل تبقى في بيتها لان العملية لو الكمية اللي حتتشفت قليلة او في منطقة واحدة فبتبقى العملية تتعمل الصبق وتروح العيانة بالليل الشهدة البطن هي اللي بتحتاج ممكن تقضي يوم زيادة او حاجة لكن فيه عمليات كتير بتتعمل عمليات اليوم الواحدة ان اللي عنا تعمل العملية تخش الصبق وتعملها وعلى بالليل تروح وتبث في بيتها عادي خلص زي ما احنا بنقول اهو احنا فاكرين الستات جدا وفاعدهم بان اللهم ان احنا جاهزين ممكن نعمل عمليات كتير اوي لتحسين القوام ونحت الجسم ونوصلهم للحاجة اللي هما دايما بيبقوا نفسهم فيها اه 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 عايزك تطمنو ان العملية التجميل لما تتعمل بقواعد مزبوطة والقواعدة المزبوطة دي تشمل مش الجراح بس لازم جراح مع دكتور تخدير كويس مع مستشفى مهيئة ومجهزة ان يتعمل فيها هذه النوعية من العمليات ان شاء الله النتائج بتاعتها بتبقى كويسة وامنة للعيان او ما بحبش اقول كلمة عيان اقول صديقة او يعني حد جاي يحسن من منطقة معانة بتضيقه في جسمه فده بي لازم ان احنا نبقى بنشتغل في حتة اامنة وبدون ما نعرض حياته لخطر فلو اتعمل كل حاجة بالقواعد المزبوطة ان شاء الله النتائج المرجوة بتبقى كويسة وما بيقعدش فترة طويلة في المستشوى احنا دايما عملية التجنيد بنحاول ان احنا الوقت اللي بيقضيف المستشوى بيبقى على قدر اللي محتاجينه مش كتير يوم او اتنين بكتير ولازم بعد كده يبتدي يرجع لحياته ويمارس حياته الطبيعية متشكر جدا وبقول لكل سيدة كل سنة وانت طيبة يوم شهر المرأة وعيد الام وربنا يعدها عليكوها الخير ورمضان جاي وان شاء الله كل حاجة تبقى كويسة وكل سنة وكميع الشعب الماضي طيب شكرا